أعزاء المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنخصصها للنظريات السوسيوبنائية وذلك في سياق تناولنا لنظريات التعلم إذن بداية ما المقصود بالسوسيوبنائية والتي تسمى أيضا بنظرية البنائية الاجتماعية أو النظرية البنائية الاجتماعية من وجهة نظرها فالبنائية الاجتماعية أو السوسيوبنائية هي تعتبر أن المعارف وكذلك المهارات والقدرات تبنى بطريقة تبادلية أي من خلال تفاعل المتعلم مع المحيط السوسيولوجي إذن فبالتالي فالتفاعل الاجتماعي يلعب دورا حاسما في تطوير الإدراك أيضا في نموط طفل الثقافي على المستوى الفردي وكذلك الاجتماعي يمكن أيضا اعتبار السوسيوبنائية هي عملية بنائية بالأساس يؤديها المتعلم بطريقة ناشطة ولكن في سياق اجتماعي لذلك يمكن القول على أن السوسيوبنائية هي امتداد للنظرية البنائية لجون بياجي والتي طبعا تقول بأن التعلم هو نتيجة عملية تفاعلية ما بين المتعلم وموضوع التعلم الجديد هو أن السوسيوبنائية أضافت البعد الاجتماعي بمعنى أن التعلم عملية تتم من خلال تفاعل متعلم مع موضوع التعلم ومع بيئته الاجتماعية بمعنى أنه ينخرط في السلوك الاجتماعي والتصرف الاجتماعي نمر بعد ذلك للسياق التاريخي لظهور نظرية السوسيوبنائية هذه النظرية ظهرت في بداية القرن العشرين وارتبطت بأعمال العالم السوفياتي ليفغوتسكي الذي يؤكد على أن الوعي لا يوجد تحديدا في الدماغ لوحده بل في الممارسة اليومية وبالتالي فالوعي يعني يتطور في السياق الاجتماعي إذن الوعي هو نتيجة خبرة وهذه الخبرة تكتسب عبر السياق الاجتماعي ومن خلالها أيضا النمو الفكري هو ذو طبيعة اجتماعية بالأساس وليست بيولوجية فقط إذن لا يمكن إرجاع التعلم لطبيعة البيولوجية ولكن لا بد من استحضار البوع الاجتماعي والسياق الاجتماعي الآن ننتقل لطبعا فيغوتسكي إذن ليفغوتسكي هو يعتبر يعني من رواد المدرسة السوسيوبنائية في علم النفس والذي أيضا ساهم في وضع أسس هذه النظرية واشتهر بمفهومه لمنطقة التطور القريب والتي سنفصل فيها يعني في هذه الحصة بحول الله نمر بعد ذلك أعزائي للتعرف على مبادئ النظرية السوسيوبنائية إذن النظرية السوسيوبنائية كما قلنا يعني تعتبر أن التطور المعليف للطفل يحدث على مرحلتين المرحلة الأولى هي تتم على المستوى النفس الداخلي يعني العمليات الداخلية والعمليات الذهنية والمحطة الثانية وهي التفاعل الاجتماعي إذن من خلال يعني المستوى النفس الداخلي والمستوى الاجتماعي إذن يحدث ويتحقق التطور المعرفي للطفل كذلك من مبادئ النظرية السوسيوبنائية أن التعلم هو نتاج تفاعل ثلاث الأبعاد بين الطفل من جهة وموضوع التعلم من جهة ثانية وكذلك السياق الاجتماعي والثقافي من جهة ثالثة فبالتالي الطفل يكتسب معارف جديدة ويطورها من خلال تفاعله مع المحيط أساساً مع الأقران وكذلك الراشدين وعبر آلية التقليد أو المحاكات وهنا لابد أن نذكر بأن التقليد أو المحاكات يعني ليست نسخاً لأفعال وحركات الآخرين إنما التقليد حسب ليكوتسكي هي عبارة عن مجموع الاستراتيجيات المستقلة التي يعيد الطفل استخدامها في سياقات جديدة ثم بعد ذلك ننتقل لأسس النظرية السوسيوبنائية طبعاً من أساسيات السوسيوبنائية ومرتكزتها السياق وأيضاً الصراع السوسيو معرفي إذن هناك السياق الاجتماعي ثم أيضاً السعي الحثيث لدى المتعلم من أجل تملك المعرفة من خلال الصراع السوسيو معرفي والذي يمكنه من بناء معارفه بنفسه يعني بطريقة شخصية وبمساعدة الآخرين خصوصاً الراشدين إذن وذلك على ضوء مكتسباته وعلى ضوء العلاقات كما قلنا التي ربطها مع الآخرين خصوصاً الراشدين الذين يساعدون المتعلم في سبيل تحقيق تعلماته ثم أيضاً من أساس النظرية السوسيوبنائية التعلم هو عملية بنائية على ضوء المكتسبات ولكن لا بد أن تكون هذه العملية في سياق ثقافي واجتماعي كذلك أهمية التفاعل الاجتماعي في تنمية الجانبين أولاً العاطفي ثم أيضاً الجانب المعرفي كذلك المعرفة فهي تتشكل بواسطة تأثير الثقافي خصوصاً القيام كذلك اللغة وتنمو وتتطور في السياق الاجتماعي كما قلنا من خلال العلاقات التي يربطها المتعلم مع الآخرين خصوصاً الأقارب كذلك المدرسين والأقران وغيرهم نمر بعد ذلك للحديث عن أهم مفهوم في نظرية فيغوتسكي وهو مفهوم منطقة التطور القريب إذن منطقة التطور القريب هي منطقة تقع بين محطتين أو مرحلتين إذن مرحلة الأولى أو المحطة الأولى هي ما يسمى النمو الحالي للطفل بمعنى أن الطفل يكون قادراً على القيام بأشياء معينة بطريقة شخصية دون مساعدة من الآخرين إذن فهذه تسمى منطقة النمو الحالي في حين أن المنطقة الثانية وهي النمو المتوقع يعني النمو الذي يحققه المتعلم التطور الذي يحصل في المرحلة النمائية للطفل أو ما ينجح الطفل في القيام به من خلال مساعدة الآخرين إذن فمنطقة التطور القريب هي يعني واحد الفضاء أو المكان يتحقق داخل النمو ويتميز دائماً بنوع من الدينامية بمعنى النتائج المحصل عليها والتي هي في طور الاكسيساب نمر إلى النقطة أو المحور السادس إذن ما هي التطبيقات التربوية لنظرية السوسيوبنائية إذن من خلال ما تقدم يتضح لنا أن المتعلم وفق النظرية السوسيوبنائية هو محور العملية التعليمية التعلمية في حين أن دور المدرس يبقى هاماً يعني ليس هامشياً إنما هو يبقى هاماً لماذا؟ لأنه يقوم دور المساعدة والتوجيه والإرشاد في التطور النمائي للطفل أو المتعلم إن علموا السوى العاطفي وكذلك حتى علموا السوى المعرفي والمهاري أيضاً بناء المتعلم لمعارفه بنفسه يعني بطريقة شخصية وكذلك عبر التفاعل آلية التفاعل الاجتماعي من خلال كما قلنا الاحتكاك بالمدرس وبالأقران وبالأقارب كذلك ثم أيضاً هذه النظرية تقوم أساساً على العمل يعني في إطار مجموعات نشطة إذن حتى يتحقق ذلك التفاعل الاجتماعي إذن لا بد أن يتم مثلاً تقسيم الفصل الدراسي إلى مجموعات صغرى نشطة تنمي قيم التعاون والتشارك بين المتعلمين أي أن المتعلمين يساعدون بعضهم بعضاً كذلك فهي بيداغوجيا أو نظرية تقوم على ما يسمى ببيداغوجيا المشاريع وإذن ببيداغوجيا حل المشكلات إضافة إلى المناولة الجريبية إذن حقق حتى يتحقق يعني التفاعل المطلوب بين جماعة الفصل الدراسي إذن لا بد من تفعيل بيداغوجيا التعاون وبيداغوجيا المشاريع وحل المشكلات وكذلك البيداغوجيات التجريبية أيضاً ربط التعلمات إذن ما يفيد أو من أهم فوائد النظرية السوسيوبنائية أنه لا بد في تصميم البرامج الدراسية أو أيضاً في التخطيط للوحدة الدراسية أن يتم ربط تعلمات التلاميذ بالواقع الاجتماعي والثقافي إذن لا بد من السحضار الخلفية الاجتماعية والثقافية للمتعلم في بناء التعلمات حتى تكون لهذه التعلمات معنى بالنسبة للمتعلم إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأنه وفق في تبليغ مضامن وعناصر الأساسية طبعاً إذا كانت لديكم أي أسئلة أو السفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته